الاحتفاظ بحق الرد على الصواريخ الكاتيوشا مجددا يعلن البنتاجون غاضبا على استهداف فصائل مسلحة لقواته العسكرية في العراق وعلى الرغم من بقاء عدد محدود من القوات الأمريكية كما يؤكد البنتاجون إلى أن استهدافها لم يكن الأول وعلى ما يبدو بحسب مصادر إيرانية انتشرت عبر وسائل الأعلام أنه لن يكون الأخير الولايات المتحدة توثق تأكيدها أنها لم تكن خلايا داعش التي تضرب في كل مرة وتطلق صواريخها إنما هي ميليشيات موالية لإيران وهنا الحديث الجازم الذي يضع إيران تحت مجهر المراقبات الأمريكي واستمرار استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة سيما في العراق التي تمتلك طهران أكثر عدد ممكن من الفصائل الموالية لها سبقت التأكيد الأمريكي من وزارة الدفاع رسالة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الهجمات الصاروخية الأخيرة ضد قوات التحالف في العراق واستهدفت خلالها فصائل موالية لإيران في سوريا قرب الحدود مع العراق على أنها عمليات لإضعاف قوة تلك الفصائل وضبط الأمن على الحدود وعدم السماح لها بتغذية نشاطها العسكري المعادي لأمريكا والاستقرار للعراق بحسب وصفها الولايات المتحدة غير مهتمة بتصعيد الوضع مع إيران وإنما حماية قواتها ومواصلة مهمة دعم القوات العراقية والاستقرار في المنطقة ما يرجح أياما قاسية على تلك الفصائل في المرحلة المقبلة بعد أن دفع البنتاجون تجاه تفويض استخدام القوة الذي يمنحه الكونغريس للرئيس بهدف إنهاء مسلسل الهجمات الكاتيوشية في العراق ترجمة نانسي قنقر